والأبراضيين بتوفير بعض الأشياء التي تساعد الأسرة و كيانها على الاستقرار ترى أنت تتعب بعض الأحيان و تجمع المال و تشتغل أنت و زوجتك تشتغل و لكن والله بعض الناس أنه يعيش عدم استقرار نفسي مع وجود جمع هذا المال ترى المال ما هو كل شيء و العمل ما هو كل شيء و ترى أنك تصير في أرقى المناصب و إلا أنت في أرقى المناصب كل هذا مطلوب و لكن يوم أن تفقد الاستقرار داخل بيتك ترى تتعب ترى ممكن أن تكون ناجح في المجتمع و كل يقدرك و كل لك من المكانة التي يفرش فيها الورد و لكن يوم أن لا يكون عندك استقرار نفسي داخل الكيان الأسري الصغير هذا تتعب يوم أن تكونين يا أختي الكريمة وصلت إلى ما تريدين أن تحققينه من كل شيء من هذه الحياة لكنك لا تتمتعين بالاستقرار داخل الكيان الأسري صدقيني تتعبين مع الأيام و الله إني أقولها رسالة حاولوا دائما تتقنون كيف تجمعون لا تفرقون حاولوا تتقنون كيف توازنون لا تفضلون إياكم وتطفيف المكاييل في العلاقات الاجتماعية إياكم وتطفيف المكاييل في العلاقات الاجتماعية تحترم من تشاء بمزاجك تقدر من تشاء بكيفك توجب هذا حسب الآلية التي في عقلك تفضل ما تريد العمل عندي أهم من عيالي أهم من بيتي أنا ما أقول لك اهملي هذا ولا أقول لك اتركي هذا أقول لش اعملي توازن اعملي توازن حتى تحققون التوازن الاجتماعي يتحقق لنا التوازن الأسري يتحقق لنا التوازن النفسي لأن كلها مرتبط بعضها مع بعض إياكم وتطفيف المكاييل وهنا رسالة في تطفيف المكاييل الاجتماعية متى ما وصل الانسان لهذا التطفيف فقد وصل الى مرحلة عدم الاستقرار وعدم الراحة عندماك دائما يطلب ويأخذ دون ان يعطي تتخيل انت زوج دائما يطلب حقوقه ولكن لا يقدم اي نوع من انواع الحقوق تتخيل ان اخ يطلب حقوق من اخوانه لكن لا يقدم لهم شي هو تتخيل اخ دائما تتقن فن التشره والعتب والانتقاد لاخواته لكن لا تقدم لهم شيء لا تطففون في المكايل الاجتماعية لان العلاقات الاجتماعية هذه مهم ان تعيشون فيها بتوازن وتبادل الحقوق وتبادل الواجبات وتبادل التقدير وتبادل الاجلال وتبادل ما هي هي ليس الواصل كالمكافأ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها ان تقدم انت الخير وان تكون انت السباق فيه وانت اللي تسعى فيه وانت اللي تقدم فيه وباقي الامور اجعلها لله عز وجل فسوف يأتي اليوم الذي تنبت فيه هذه البذرة من الخير باذن الله عز وجل